عندما أسمع شخص مثل فاروق الباز العلمة المصر الكبير معروف للجميع يقول يُحزنوني يُحزنوني من العالم العربي وكله 300 مليون بشع على الأقل تقريباً يوجد شيء واحد أو اثنين يقدموا دكتوراه في علوم الفضاء علوم الفضاء وكلام فارغ عندك مئة ألف شيخ عندك مليون شيخ تحث على العنف والقتل والدمار والذبحوم وكرهوه شيء ليس طبيعي شيء علامة صحة ولكن الصحوة أي صحوة؟ عن أي صحوة نتحدث؟ هذه غفوة غفوة الموت والعياذ بالله وليس يطلب معرفة ولا يهتم بالمعرفة أنا أقول لكم والله العظيم وأنتم تعلمون هذا ربما مثلي تماماً خطبة مثل هذه منكورة مرفوضة في كل منابر العالم الإسلامي هناك خطبة هيك؟ هذا ليس خطبة هذه محاضرة تحضر لي فلسفه وعليم نفسه وتجيب لي ملاحظه وكفاره هذا ليس دين هذا دين في عمقي بدون دين قال الله قال رسول وبالمعنى لهم فهمينه على فكرة معنى التكارث معنى البغضاء معنى التناحر شيء لا يصدق وقال أمام الهند وأمام الصين قال فحدث ولا حرج بالمئات كل سنة قال بالمئات قال خاصة الهنود أيضاً والصينيون الهنود قال بالمئات قال أكثر شحب يبعث أبنائه عن مستوى الدكتور رافعون الفضاء قال الهند أيام ذكر الرقم قبل حوالي ثمان سنوات لا أدري تقريباً قال أربعمائة في سنة أربعمائة واحد شيء لا يصدق وشحب فقير وغلبان وذقراء جداً لكن في ديمقراطية حقيقية في إرادة نهوض إرادة حياة إرادة بناء في عظمة ديمقراطية عظمة رئيس وزراء مسلم مش عارف إيش سيخي رئيس حكومة مش عارف إيش اندوسي شيء عارف تشكيل من أروع ما يكون وإحنا قال أمة واحدة وبنأذن وبنستحيش نأذن في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة أقسم بالله وأنا تذابح لا نستحيش شيعي وأذن كما يؤذن السني كما الزيدي كما العباضي وأنا تذابح وأنا تكارى والكل يؤلب على الكل تبّاً لنا عار علينا أقسم بالله العظيم وقالك أمة واحدة وأين هذه الوحدة أفهمني أين هذه الوحدة وهذه الشعوب تتعايش فيها كل الأديان كل الطوائف ويتقاسمون ويتشاركون الحكم في أعلى مستوياته عظمة عظمة نحتاج إليها ينبغي أن نتوق إليها